أقامت منظمة اليونسيف احتفالية لتوقيع وإطلاق برنامج توعية الأطفال من أجل الحفاظ على المياه بحضور عدد من ممثلي منظمة اليونسيف وسفيرة النوايا الحسنة ليونسيف مصر الفنانة دونمير غانم المبادرة دي عشان أربع حاجات أولاً لأنه ده شيء مهم جداً في صحية الأطفال وأنا بشوف أنه لازم يبقى عادة ولو تعودوا عليها وهم صغيرين هتبقوا دايماً هتبقى مستمرة معهم لحد ما يكبروا نفس الحكاية غسيل الأسنان صحيتهم ونفس الحكاية برضو أنه لو تعودوا عليه وهم صغيرين هيخليهم يبقوا وهم أكبر بياخدوها كعادة يعني الثالث حاجة ترشيد استهلاك المياه عشان يحفزوا دايماً على المياه ويعرفوا أن دي نعمة وأن يحفزوا أنا بشوف أن أحسن حاجة يحفزوا على المياه عشان بعض يبقوا عارفين أن المياه دي لنا كلنا رابع حاجة هي التغذية سليمة أو التغذية المتوازنة مدى أهمية البرنامج تكمن في الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فالشراكة مع القطاع الخاص خلاف الشراكة مع يونيليفر وتحديداً شركة سيجنال الهدف الأساسي من البرنامج هو الوصول إلى حوالي 800 ألف طفل من خلال المداري تحديداً الهدف الأساسي من الشراكة هو نشر الوعي باستخدام أو بيئة سلوك الآمن في استخدام المياه الآمنة والصحة العامة الآمنة وأفضل الممارسات شركة قبضة المياه الشروب الصرف الصحي عملت هذا البرتقول مع منظمة يونيليفير وشركة يونيليفير بهدف أن نحن نعمل توعية لعدد 300 موظف في شركات المياه اللي بدورهم حيقوموا بتدريب المدرسين في أنحاء المينيا والفيوم إن شاء الله المبادرة تستهدف بشكل مباشر توجيه رسائل إيجابية عن الصحة والتغذية إلى 800 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأحد عشر سنة لتعتمد على محور مهم وهو بناء قدر المدرسين في محافظتي المينيا والفيوم ليقوموا بدورهم بتوعية التلاميذ التعلم في الصغر كالنقش على الحجر بهذه الطريقة يأتي الاهتمام بالأطفال من خلال غرس مجموعة من القيم كالحفاظ على المياه والاهتمام بالصحة العامة بما يؤدي إلى إنشاء جيل كامل قادر على الحفاظ على المياه وقادر على بناء وطنه ماجد عبدالله تين تيفي